أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا برئيس جمهورية جزر القمر عثمان غزالي للإطمئنان على صحته بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها وأتدى الرئيس السيسي إدنة مصر للمحاولة الآثمة لاغتيال الرئيس غزالي مشددا على تضامن مصر ودعمها الكامل لأمن واستقرار جزر القمر الشقيقة وهو ما ثمنه رئيس جزر القمر وأوضح متحدث الرئيس بأن غزالي أعرب عن خالص تقديره لللفتة الكريمة لرئيس السيسي مؤكدا أن معقف مصر الدعم لأمن واستقرار بلاده تعكس عمق الأواصل التي تجمع البلدين الشقيقين وقد أكد الرئيسان في هذا الصدد مواصلة العمل المشترك لتطوير العلاقات الثنائية على شتى الأصعيدة وذلك في ضوء التعاون المتنامي بين الدولتين والدور الذي تقوم به مصر في دعم الاحتياجات التنموية وبناء القدرات لدى الجانب القمرية موسيقى